ما هو الجذام؟ هو مرض معدي مزمن تسببه جرثومة تعرف باسم المتفطرة الجذامية لا ينتقل بسهولة من شخص إلى آخر وعادة ما يؤثر على الجلد والأعصاب الطرفية والغشاء المخاطئ المبطن للجهاز التنفسي وكذلك العيون هذا المرض يسبب تشوه الجلد، القروح، كتل أو المطبات في جميع أنحاء الجسم الذي عادة لا تختفي بعد عدة أسابيع أو أشهر يسبب الجذام أيضا تلف الأعصاب، مما يؤدي إلى فقدان الشعور في الذراعين والساقين وضعف العضلات أنواع الجذام النوع الأول، الجذام الدرني، ينعكس على شكل بقع أو بضع بقع تصيب الجلد حيث يكون لونها شاحب ويصبح الجلد على شكل القشريات النوع الثاني الجذام الورمي ضع طابع أكثر حدة حيث أنه ينتشر على مناطق واسعة من الجلد والطفح الجلدي يرافقه شعور شديد بالخدر وضعف العضلات النوع الثالث الجذام الحدي، حالة جلدية تتميز بآفات جلدية متعددة على شكل صفائح رقيقة حمراء غير منتظمة الشكل أعراض الجذام يمكن أن يظهر الجذام في صورة طفح أو حبة عقدة جلدية ويمكن أن يكون أول علامة له منطقة من التنميل الخدر بالجلد ويعتبر ظهور بقعة جلدية باهتة أو حمراء فاقدة للإحساس من العلامات المميزة للجذام كيف ينتقل الجذام؟ كلما كانت النتائج أفضل وتوصي منظمة الصحة العالمية باستخدام ثلاثة عقاقير في وقت واحد وتوفر المنظمة العلاج مجانا لكل مرض الجذام في كل دول العالم كيف يمكن الوقاية من مرض الجذام؟ أفضل طريقة لتجنب الإصابة بمرض الجذام هو تجنب التواصل الوثيق على المدى الطويل مع الشخص المصاب بالجذام ترجمة نانسي قنقر